أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي بأنه سيعمل مع الحلفاء الدوليين للحصول على مزيد من العتاد العسكري الدفاعي بغية مساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا كما وضع رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون خطة من ست نقاط لإفشال الهجوم الروسي في أوكرانيا وتتضمن الخطة حشدة حالف إنساني دولي لدعم أوكرانيا ودعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن نفسها وكذلك الضغط الاقتصادي المكثف على حكومة بوتين وإدارته وأيضا منع تصوير ما يحصل في أوكرانيا على أنه أمر عادي واتباع مسار ديبلوماسي لخفض التصعيد بمشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية وإطلاق حملة سريعة لتقوية الأمن والاستجابة في مناطق الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي